أشهد عدد من مندبي الدول بجهود البحرين المتواصلة في وضع وتنفيذ البرامج الحكيمة رامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد مرحبين بالعديد من الإنجازات التي تحققت ومنها صدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمر الذي يسهم في تعزيز دورها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان المواضيع التي كانت مثيرة عن مواضيع التي نقشها حاليا في المجلس من ضمن صلاحية الجنسية حق أطفال البحرينية المتزوجة من الغير البحريني من ضمن تفاقيات السيداء والتفاقيات أخرى نحن دائما نراعي الشرعة الإسلامية في توصيات أو في تفاقيات جينة المطلوب منها أن ننفذها ساعات تخالف الشرعة الإسلامية فهذه نأخذها في خطوة وخطوة ثانية نحن عندنا تعاون كبير في مجلس النواب مع الجمعيات وجهات الأخرى الحكومية والجمعيات نأخذ وجهة نظرهم إن شاء الله ونطبقها حقيقة مملكة البحرين رغم ما تواجهه من إرهاب إرهاب يستهدف أمنه إلا أنها وفق ما شاهدناه وما نشاهده على أرض الواقع وفي التقارير المقدمة ومن سقلال بعض الاستعراضات التي قدمتها بعض الدول تحقق إنجازات كبيرة على صعيد قضايا حقوق الإنسان البحرين من الدول القليلة في المنطقة العربية اللي موقع على الأهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية البحرين من الدول القليلة اللي موقع على اتفاقية مناخضة التعذيب الدوان الوطني لحقوق الإنسان في مملكة البحرين متقدم جدا مقارنة بكثير من الدول فبالتالي الإنجازات التي تحقق المملكة البحرين هي إنجازات كبيرة وملموسة بالرقم من العراقية التي تحاول الأعمال الإرهابية أن تمسعه ولكن من خلال ما شاهدناه اليوم أمر حقيقة نهنى الأخوان في مملكة البحرين ونؤكد على الدعم المستمر لقضاياهم وما يطلعون له من تحقيق تقدم واستقرار حفاظا على أمن وأمان المواطنين الذي يعتبر من صميم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي الحقيقة نحن اليوم أمام تجربة جديدة ونوعية ومتفردة وحينما تأتي البحرين للمرة الثالثة أمام الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان على المستوى الدولي وتقدم أيضا في دورتها الثالثة تجربة نوعية تعطي انطباع واضح بأن مملكة البحرين تتفاعل مع هذه الأممية بكل احترام بكل شفافية بكل موضوعية بحسب المبادئ والقيم التي رسمت من أجلها هذه الفعالية الحقيقة كنا في 2008 وعدنا مرة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثانية في 2012 واليوم نكرر هذه التجربة وجه المغايرة بين هذه الثلاثة التجارب الأخرى أن التجربة أصبح فيه درجة من النضوج أكثر أصبح درجة من الفهم والتعاطي والتفاعل للدول المنظمات أصحاب المصلحة لها بشكل أكثر واقعية وأكثر موضوعية وأكثر التصاقا بمفاهيم حقوق وحماية حقوق الإنسان بدل أن تكون خاضعة لبعض الاجتهادات السياسية والاجتماعية ما لاحظناه بشكل بارز أن معظم الدول التي تعاطت وتفاعلت في الحوار التفاعلي مع مملكة البحرين ركزت على الجانب المحرز من التقدم في مجال حقوق الإنسان على النهضة الكبيرة التي قطعتها مملكة البحرين على التجاوب الكثير مع متطلبات المجتمع مع تناغم وتوائم التشريعات الوطنية مع المستوى والأفق الدولي لاحظنا كثير من الإشارات أيضا على ما قامت به البحرين لتجاوز أزمة 2011 وخاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات الوطنية الآليات الوقائية الحمائية في مجال حقوق الإنسان كل هذه عززت أن مملكة البحرين تسير في اتجاه ونهج ضمن قواعد سليمة وثابتة البحرين ليست استثناء لابد أيضا أن هناك بعض الملاحظات بعض التعليقات من الدول يجب أن تعزز في جانب معين يجب أن تدفع في جانب معين وهذه حالة اعتيادية وليست حالة استثنائية أهني مملكة البحرين قيادة وشعبا وأهني مساعد وزير الخارجي الأخ عبدالله الدوسري على التغريض الأكثر من جيد والذي يعكس تطورات الهامة التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان الحقيقة ما قامت به البحرين من التشريعات وكافة الإنجازات التي تمت الحقيقة شيء مبهر جدا أتمنى للبحرين الشقيقة كل تقدم وازدهار تحت عيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة